وهذا سيكون له تأثيرات هائلة بداية من الغد ستعرفون له تأثيرات هائلة هو محاولة تحرير رهينة إسرائيل جندي إسرائيلي عمره 24 سنة كان أسير عند المقاومة حاولوا تحريره ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المقاومين اكتشفوا ذلك جاءوا هما في أمبيلانس استخدموا هذا ممنوع هذه تعتبر جريمة حرب في حد ذاتها أن أحد الأطراف المسلحين يستخدم لزامبيلانس يستخدم سيارات الإسعاف أو أي شيء مدني باش يقوم بعمليات يعني هما جاءوا بشكل متخفي وهجموا على المنطقة بعدما تأكدوا من أن هناك أسرة في ذلك المكان وحدث اشتباك واشتباك رهيب ماذا أدى هذا الاشتباك؟ أدى إلى مقتل هذا الأسير وخرجت فيديوهات هنا خرجت فيديوهات تجدونها في كل مكان ورّوا قبل ما يموت وخرجوا له فيديو المقاومة خرجت له فيديو قبل فترة وعودوا بثوه على ما يموت إذن قتل الأسير وإسرائيل اعترفت بجرح اثنين بجرح خطيرة في العملية لكن المقاومين قالوا أنهم قتلوا اثنين وجرحوا آخرين في هذه العملية أكثر من ذلك استولوا المقاومون على أسلحة المهاجمين أكثر من ذلك المهاجمين راحوا رفدين قتيلهم أو قتيلين ولم يستطعوا أخذ الجثة حتى مع أن عددهم كانت أكبر من المدافعين فهذه هزيمة هذه أول محاولة مركزية مهمة لتحرير الرهائم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن ما قال لهم المقاومون أنكم لم تذهبوا بها بأسراءكم إلا مقابل أسران ما زالت تنفذوا المقاومة يعني ما قاله أهالي الأسرى الإسرائيليين من أن الحكومة فشلت في حمايتهم يوم خطفوا وفشلت في استرجاحهم يتأكد وقالوا لهم أنكم لن تستطيعوا استرجاحهم تحت أي ضرف كان لن تستطيعوا استرجاحهم وهذه الواقعة تؤكد ذلك الأمر الثالث يعني أنك بعد 62 يوم اليوم رانا 68 يوم 63 يوم اليوم نعم اليوم 63 يوم واليوم هو نهاية الأسبوع التاسع ورانا 3 أيام في الشهر الثالث بعد ذلك كله لم يسترجعوا أسير واحد الأخبار فقط قالت أنهم استرجعوا ثلاث جثث وناش عارفين من الأسرى الأوائل أو من الأسرى اللي وقعوا لهم أو من اللي يختلوا الجثث في الحرب البرية وقصة تلك الشابة اللي قالوا حروا تبين الآن أنها كانت كذبة صحية أي أنهم بعد 63 يوم لم يستطعوا التحرير إنسان حي واحد هذه كارثة بالنسبة لجيش كان يقولون أنه يسمع النمل في الليل كي يتحرك كارثة بالنسبة لجيش ووضع أقمار صناعية ووضع أجهزة رهيبة وبيغاسوس واختراقات التليفون والعملاء اللي يصنعهم للأردنيين والمصريين والفلسطينيين وعباس والمساعدة الأمريكية والبريطانية والتكنولوجيا شيء رهيب هذه غزة رهي قلبة العالم هذه بعد 63 يوم لا تستطيع أن تسترجع أسير واحد طبعا هذه ستكون كارثة سنرى غدا سنرى مظاهرات عارمة في الكائن الإسرائيلي لأهالي المخطفين هذون أو الأسرة أو الرهائل سميهم كما شئت لماذا؟ لأن هذا دليل آخر أن هذا الجيش هذه المخابرات المرعبة كما كانوا يقولون هذا الجيش الذي لا يقهر يفشل في تحرير رهينة واحد حي بعد 63 يوم وبعد تدمير القطاع كما لم يسبق وبعد دخول دباباته ثلاث فرق أكثر من 120 ألف عسكري دخلوا وهم على بواب الدخول لغزة هذا فشل عارم الكليات الحربية والمدارس الحربية والذين سيدرسون هذا ستصبح تدريس ربما ستسمى حرب غزة واقعة غزة حرب 7 أكتوبر سميها مشهدك سيسموها المؤرخين والأساتذة والجنيرال التسميات المتعددة لكنها ستدرس تولي ديمانيال في التدريس في الكليات الحربية وفي الجامعات التي تدرس العلوم الحربية وفي الثكنات وفيه كيف يستطيع بضعة آلاف خالين قلوا 20 ألف و30 ألف من المقاومين المحاصرين الذي يحاصرهم الجميع الذين تحت الاحتلال الذي أن يقفوا ولا يهزموا ولا يخرجون رفعين الأعلام البيضاء بعد 63 يوم من التدمير اللي يقول عليه بوريل وكثير من المسؤولين الغربين أنه حتى المدن الألمانية الحرب العالمية الثانية لم تشهده شكرا